قصة نجاح محمد يونس كان محمد يونس مدرس الاقتصاد في الجامعة بنغلاديش وكانت البلاد تعاني آنذاك من مجاعة كان محمد يونس يشعر بالأسى تجاه ذلك ففي الوقت الذي كان يدرس النظريات الاقتصادية في الجامعة كان يرى حوله خارج الجامعة فقراء يبحثون عن لقمة العيش فالتقى يوما بامرأة كانت تبيع الكراسي واكتشف أنها تكسب سنتين كل يوم تساءل لماذا؟ فاخبرته المرأة أنها لا تملك المال الكاف لشراء الخيزران وتقترضه من التاجر الذي يشترط عليها أن تبيعه الكراسي بالسعر الذي هو يحدده علم أن شراء الخيزران عشرين سنتين أي أن المرأة تعاني من عشرين سنتين ففي يوم استحب محمد يونس تلميزه وتجول في القرية العدة أيام خرج بعدها بقائمة تتضمن 42 شخصاً يحتاجون إلى المال مجموع ما يحتاجه هؤلاء 27 دولار هذا المبلغ الزهيد يمكن أن يؤسس 42 مشفوعاً فكر محمد وأخرج المبلغ وأعطاه للـ 42 شخصاً وأخبرهم أنه قرب وباستطاعتهم إعادتهم عندما يتمكنون من ذلك وأنهم يستطيعون أن يبيع منتجاتهم في المكان الذي يحصلون منه على سعر جيد ابتهج الناس لفكرة محمد ففكر محمد أن يفتح فرعاً للمصرف في حرم الجامعة لإقراض هؤلاء الفقراء إلا أن مسؤولي البنك رفضوا الفكرة بحجة أن هؤلاء الفقراء وأنهم لا يعيدوا المال أبداً جرب محمد أن يقرض هؤلاء الفقراء بنفسهم فأخذ مبلغاً من البنك فكانت المفاجأة أنهم عادوا كل ما استدانوا ثم جرب إقراض أناس من خمسين قرية مختلفة فجاءت النتيجة نفسها ففكر محمد آنذاك في إنشاء مصرف مستقل ففي عام 1983 ميلادي أسس محمد يونس مصرف جرامين الذي يعمل الآن في أكثر من 46 ألف قرية في بنغلاديش من خلال 1267 فرعاً ولديه 12 ألف موظف وقام بإقراض أكثر من 4.5 بليون دولار على شكل القروض تتراوح بين 12 إلى 15 دولار للشخص الواحد وبمعدل لا يزيد عن 200 دولار حتى أنه بدأ يقرض المتسولين لمساعدتهم على التوقف عن التسول وقد توج هذا العمل الريادي بحصول محمد يونس على جائزة نوبل للسلام لعام 2006 هذه هي قصة النجاح محمد يونس وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر